طريقة فتح شخصية دومينيك في لعبة هيد باسكتبول لا تنسوا والله اشتراك ويلا نبدأ شباب طبعا رح اوريكم الشخصية ووريكم الاشياء اللي اضافوها معها شباب يلا اوكي رح اروح الى هنا الشخصية طبعا انا فتحتها شباب قلت لكم في الفيديو السابق عن لعبة هيد باسكتبول وكذا اللي شرحت لكم في طريقة فتحها قلت لكم بانو رح افتحها طبعا رح اقول لكم ايضا في هذا الفيديو كيف تفتحها طبعا لازم شباب تروحوا الى طورة ديف رح اوريكم اين هو طورة ديف هذا هو شباب طورة ديف وتدخلون تلعبون باي شخصية تختاروا اي شخصية وتدخلون تلعبون ولما توصلوا للبوس للمرحلة الاخيرة شباب البوس بوس ستاج مرحلة البوس يعني تفوزوا عليه لازم يكون الفرق بينك وبينه الخصم يعني البوس الفرق بينك وبينه 25 نقطة يعني انت جيب 25 هو صفر او مثلا انت 30 وهو 5 وهكذا شباب اظن بانكم فهمتم كيف الفرق بينك وبينه 25 رح افتح لكم شخصية ضومينك يا حبيبي الشخصية الجديدة شخصية رهيبة من دولة سيزيشيا اظن هكذا معرفت انطقها حتى اسمها صعب صراحة المهم شباب رح اوريكم الاشياء اللي اضافها ايضا طبعا هذه القبعة لازم تلعب شباب طور القصة الكامبايغن اظن هكذا اسمه يلا خليني اشوف كامبايغن اين هو كامبايغن نعم شباب الكامبايغن هذا تلعب طور القصة تفتح القصة التانية يعني بتلك الشخصية هذا يعني انا ما فتحت الشخصية ما فتحت القصة التانية انا اشتريت اشتريتها تلك القبعة يعني ولا تسألوني كيف اشتريتها اظن بانكم عرفتم كيف المهم انتم العبوا شباب افتحوا القصة التانية رح يفتح لكم تلك القبعة وايضا شباب رح نشتري ايضا هذا شباب القفز وايضا هذا الحيداء اوكي رح اوريكم اضافوه ايضا تشتريه بالنقود شباب بالنقود يعني عادية تجمعها في اللعبة رح اوريكم اين هو اوكي هو اخر شيء دائما يضعوه اخر شيء شباب يلا اين هو اوه كثير يلا هاوا شباب اتنين وستون الف تشترونه تجمعون وتشترونه يلا نلبسوه وايضا الحيداء شباب واضافوا ايضا اشياء اخرى قبعة وقفز وحيداء اخرين شباب طبعا تلعب طور الترنمان اللي كي تفتحهم المهم اللي علينا يلا هاوا تنين واربعين الف اشتريه هذه تشتريهم عادي شرحتكم كيف تفتحوهم شباب وايضا هذه القبعة اه الان شباب اخرين يعني قبعة اخرى وقفز واحدة اخرين اللي هو تلعب طور الترنمان اللي كي يفتحها لك اوكي انظر القبعة شباب اللي اضافوه رح اوريكم الاخيرة طبعا اوكي هاي شباب طرونه هذه القبعة ونعم ايضا رح اوريكم القفز الاخير اللي اضافوه شباب اوكي طبعا لونه ليس اصفر هكذا يعني لونه هكذا دهبي طرون شباب نادر يعني يلا اخر شيء دائما اخر شيء نجده نعم شباب هذا هو طرونه اوكي دومينيك يا حبيبي ايضا الحيداء رح اوريكم اينا وبعدها رح اشرح لكم شباب كيف تفتحوا هذه الاشيء يعني هي مغلقة ترون شباب كل هذه الدهبي يعني مغلقة رح اوريكم كيف تفتحوها اوكي يلا تقريبا نوصلنا نعم هذا هو حيداء ابيض ترون مغلقة كلهم مغلقين طبعا الحيداء والقفز والقبعة اللي وريتكم الان طبعا لكي تفتحوهم شباب تروحوا الى طور تورنامنت شباب هذا الطور تورنامنت وتلعبوا بشخصية يعني ضومينيك بعد ما تفتحوها طبعا تلعبوا وبعد ما تفوزوا شباب تفوزوا تلت مراحل رح يعطيكم تلت كؤوس تختاروا وانتو على حظكم يعني تختاروا واحد رح يفتح لك مثلا القبعة بعدها العب مرة تانية تلت مراحل وتفوز بعدها يعطيك تلت كؤوس اختار كأس يمكن تجيك نقود يمكن تجيك قفازة عرفتم الوضع شوي المهم اختاروا هكذا وعلى حظكم حتى تفتحوهم في ثلاثة القفاز والحيداء وايضا القبعة وهكذا وايضا لما تلبسوهم تلك الاشياء شباب طبعا الان ترون هذه اللي انا لابسها الان شباب ما رح يتغير في ضومينيك اي شيء لما يعني تلعب وتقوم بالحركات ما رح يتغير وش لابس يعني لكن لما تلعب شباب هي نظام لعبة هيد باسكتبول هكذا لما تلبس يعني شباب القفاز والحيداء والقبعة اللي لونهم دهبي اللي تفتحهم من طور الترنامج تختار بين الثلاثة كؤوس وهكذا لما تفتحهم في ثلاثة وتلبسهم في اي شخصية يغير لك اللباس الخاص بها او الوانها يعني كيف تلبس وهكذا المهم فهمتم كيف شباب وضع اللعبات هيد باسكتبول يلا يا حبيبي نجربها اظن باني طولت عليكم بالكلام يلا نجربها شباب متحمس متحمس والله متحمس اذا كنتم متحمسين شباب لا تنسوا لايك والاشتراك لا ادري اش دخل لكن يلا ادخل دخل ضومينيك يا حبيبي ضومينيك اول مرة اقسم لكم بإله يا انها اول مرة ادخلي كي ارى شباب الشخصية حتى رأيت في اليوتيوب يعني نزلوا طريقة فتحها وكذا الاجانب لكن لم ارى حركاتها وكذا لكي احرق على نفسي يلا راح يورينا ها هذا الشباب اللي كي تعرفوا التوتوريل ها ما دخلت انا اصلا العب يوريني التوتوريل يلا الان اول مرة انا العب يلا متحمس اوكي سجل عليه روح رهيبة يلا طبعا مطور شباب نسيت اخبركم مطورته بطبيعة الحل لكي يعني نستعمل الحركات على راحتنا وتكون سريعة يلا 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 والله ان الحمس مليون لا تسجل عليه يبلع بس يلا اوكي نستعمل يلا اروح اوكي يلا خليني اشوف ماذا ماذا لا اله الا الله ماذا شباب ماذا واو يا الهي صد لماذا لم تصد والله انه رهيب شباب الانيميشن خرافي بنفسي جي يا الله يلا 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 الحركة لازل حركتين لم نراها حركة يعني على الطاير نمسك الكرة هكذا ونشوف يلا هو حركة الصد اوكي عنده السلح رهيب ماذا السلح اللي اطلقوا عليه شباب ماذا اشواك ام ماذا اوكي بنفسي جيو هكذا يلا تبقت حركة الصد والله انه اسطورية الحركات الخاصة به يلا صد لتنرفزني صد لماذا لم تصد يا دومينيك يلا اوكي يلا شباب نشوف حركة ايضا يلا اوكي هذا الحركة يلا روح شوفها شوفوها شباب شوفو يرتدي القبعة يرمي عليه تابوت او لا ادري بعدها يرمي عليه خيطة هكذا خطاف شباب بعدها هكذا يضربوا ترون كيف يذهب الى القول لكي يسجل ليس القول يعني الشبكة اوكي يذهب اليها بالخطاف نايس يلا افكار يلا صد يا وليد ما هذا نوب لا تقلقوا راح نلعب مباراة اخرى شباب لا تقلقوا اوكي لم نصد لان اوكي يلا اوه يلا لا مع الاسف لم نقم بالحركة لكن يلا راح نلعب مرحلة اخرى ونشوف شباب اوكي نايس انظروا ماذا يحمل يحمل كأس هكذا وايضا قارورة دم ماذا شبه مصص دماء ماذا يشبه الشخصية اخرى موجودة في لعبة هيد باسكتبول يعني يتشابه معها في الشكل شباب هل تظنون هذا راح اوريكم اين هي هذه الشخصية شبه يتشابه معها قليلا مصص دماء هذه الشخصية وايضا هذه الشخصية ليست مصص دماء لكن لماذا يحمل قارورة دم ها انظروا شبه يتشابهون في الشكل قليلا يعني قليلا المهم يلا نلعب ضد هذه الشخصية التانية ونشوف الحركات حركة الصد لم اراها صراحة يلا متحمس لها اوكي واضن بانه راح يكون الوضع صعب لكي نصد مع هذه الشخصية اللي ضدنا شبه لكن يلا راح نحاول شخصيتي مطورة وما اعرف اصد صراحة عيب هذا يلا يلا لا سجلت على نفسي لا تدخلي اوه دخلت مع الاسف يلا عادي شو عادي لكي يزود لنا في ذلك الخط لي كي نستعمل الحركات بسرعة يلا اوكي امسك امسك اوكي شوف هذه الحركة يغطي نفسه يطلق عليه بالخطف يطير ويرمي عليه اشياء غريبة لأدري ما هي شوف اوكي يلا 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 ياربو تكون سهل الصد يلا يرمي 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 تالتة تالتة اوكي صد يا ربي والله يا اني نوب شباب ما هذا اذا ما قدرت اصد ايضا في هذه شباب راح العب ضد الشخصية الاولى لكي اصد على راحتي يعني اعيد العب ضد الشخصية الاولى نشوف حركة الصد ومن دون ما نكمل مرحلة عادي اخرج المهم نشوف حركة الصد يلا 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 سجل راح ابلع بس يلا تسعة اربعة اوكي نايس يلا 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 يا رب يا رب شبب يا رب ادعو لي ادعو لي ادعو لي الاولى تنرفزت شبب والله تنرفزت اوكي يلا كذا الوضع كذا النظام يلا عادي يلا اوكي حركة يلا هذه الحركة شبب اعجبتني صراحة يرتدي القبعة يرمي عليه تابوت والاشواك خطاف ويروح للشبكة يسجن نايس سريع صراحة شبب تروا كيف اوكي يلا يلا لا تسجل نايس خربت عليه الكلب يلا أبلا أوكي يلا 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 أوكي أوكي الحركة التالتة شم نعم صديت أخيرا أوكي أوكي حولها خفاه شباب أزرق ترون رهيبة حركة الصد والله هي رهيبة الحركة اللي أعجبتني أكثر اللي هي شباب تيك الحركة اللي يرمي الخطف للشبكة بعدها يروح إليها ويسجل وأيضا الحركة التانية اللي أعجبتني هي هذه حركة الصد والحركة التالتة اللي هي تلك الحركة أظن اللي أمسكها على الطاير لأدري المهم هذه أعجبتني صراحة أقيمها عشرة من عشرة من دون أي منازع شباب كم تقييمكم أنتم من عشرة كتبوا لي تحت وخلص ما رح نلعب شباب مرحلة التالتة لأننا شفنا يعني حركة الصد وكذا المهم عطوني رأيكم في التعليقات شباب ولا تنسوا لك الاشتراك ويلا أشوفكم بعد لأدري كم بعد شهور لما يضيفوا الشخصية الجديدة اللي بعدها رح أنزلكم بطبيعة الحال المهم شباب يلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله ومع السلامة